هبت العاصفة الاستوائية هيرمين على جنوب شرق الولايات المتحدة الامريكية واشتاحت وليات فلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية جالبة معها امطارا غزيرة ورياحا بسرعة 85 كم في الساعة وتسببت العاصفة في حدوث فيضانات وانقطاع الكهرباء في الولايات الثلاث تم اعلان حالة الطوارئ في اجزاء منها وجهت السلطات الامريكية تحذيرات من التقس السيء على طول ساحل المحيط الاطلسي